هذا وزار سمو الشيخ عبدالله بن زايد النهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي مجمع ياد فشئمة المركز العالمي التوثيقي والبحثي والتعليمي لتخليد ذكرى الهوريكوست في اسرائيل رفق سموه خلال الزيارة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة وسعادة عمر غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة وسعادة محمد محمود دال خاجة سفير الدولة لدى دولة إسرائيل فيما كان في استقبال سموه والوفد المرافق لدى وصولهم إلى مقر المجمع سعادة داني ديان رئيس مديرية مجمع ياد فشيم وتعرف سموه خلال زيارته على تاريخ المجمع الذي تم إنشاؤه في عام 1953 كمركز عالمي توثيقي وبحثي وتعليمي لتخليد ذكر الهولوكوست يضم متاحف ومعارضة وأنصبة تذكارية ومراكز بحثية وتعليمية إضافة إلى المكتبات والأرشيف وشهد سمو الشيخ عبدالله بالزايد النهيان بدور هذا المجمع التاريخي الذي يعكس أهمية العمل من أجل تعزيز ونشر قيم التسامح والتعايش بين الشعوب والعمل على إحلال السلام ودعم تطلعات الشعوب في الحياة الكريمة والرخاء وأكد سموه أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله حريصة على أداء دورها كمنارة عالمية لنشر قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية حيث تشكل هذه القيم ركائز أساسية لتحقيق التنمية والازدهار المستدام في المجتمعات وتقدم سموه بتحية تقدير لأرواح ضحايا الهولوكوست مشيدا بحرص مجمعيات فشيم على تخليد ذكرهم